واحد عداد الموت في غزة لا يتوقف للأسف الشديد بعد مرور أربع شهور على هذا العدوان الإجرامي الآثم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأيضا في الضفة لدينا أرقام مفزعة وهذه الأرقام المفزعة لا تثبت كل يوم بيلاقي رقم جديد عداد الموت بيضيف كل يوم مية متين تلتمية حسب حجم الجريمة في اليوم السابق الأرقام مع دخول الشهر الخامس أكتر من سبعة وعشرين ألف شهيد سبعة وعشرين ألف وخمسمية في أربع شهور من الشهداء وسبعة وستين ألف جريح ولدينا أيضا من المعتقلين أو المختطفين اللي أخذوهم إلى سجون إسرائيل بدون أي اتهام واضح ولا محاكمات عادلة حوالي سبعة ألاف آخرين يعني أكتر من مية وواحد ألف في أربع شهور ما بين قتيل وجريح ومعتقل في سجون إسرائيل مأساة كبيرة جدا لأنه كمان أغلب الشهداء والمصابين من النساء والأطفال ومع ذلك ومع دخول الحرب الشهر الخامس لا توقف إنما استمرار في نفس الأفكار المتطرفة والسياسات المتطرفة ولسه البعض بيتكلم عن إزالة الشعب الفلسطيني ولسه البعض بيتكلم عن التهجير القصري أو الطوعي للفلسطينيين ما فيش طوعي هو قصري إجبار الناس بالتجويع حتى يغادروا زي رئيسة حركة الاستيطان ما تكلمت وأشرنا إلى ذلك فيما قبل إذن نفس الرؤية فإن الفلسطينيين يمشوا من الضفة ويمشوا من غزة وطبعا يمشوا من القصة الشرقية وتنتهي القضية يبقى إذن بدلا من عودة اللاجئين اللي هي جزء رئيسي بملفات التفاوض اللي هم خارجوا في 48 أو خارجوا في 67 لا ده احنا كل اللي بقين يبقوا كمان لاجئين حول العالم وننتهي من الشعب الفلسطيني شفنا كمان تدمير الحجر والبشر مش بس الفلسطينيين وإنما كمان ما يمتلك الفلسطينيون ما يمتلكوا من أرض ما يمتلكوا من زرع من مباني من مباني سكنية أو مباني خدمية من منشآت صحية من منشآت أثرية من منشآت دينية كنائس أو مساجد كل ده تدمير الحجر وتدمير أيضا للبشر يتوازى مع ذلك ويتواكب محاولات إسرائيل المستمرة للتضليل الإعلامي سواء التضليل الإعلامي في الغرب أو في الشرق أو في الداخل ما يبثه الإعلام الإسرائيلي للإسرائيليين لا يتراجع خطوة واحدة للوراء في سياسات الكذب والتضليل لدى الإعلام الإسرائيلي في الخارج لسه نفس الكلام أن دول إرهابيين ودول عملوا وعملوا وعملوا طيب أنتوا قتلت الفلسطينيين الأرقام عدد الموت معنا كل يوم أهوت أسوأ كتير مما كان أيام كورونا طيب عدد الموت ده نعمل فيه إيه؟ يرجع تاني يتكلم عن نفسه طيب التانيين منذ المستشفيات اللي اتضمارت بالنسبة لكل شيء اللي انتهى الأبراج اللي وقعت في لمح البصر يعني كل اللي حصل ده نتكلم فيه لا يرجع يتكلم تاني في اللي هو عايز يقوله أنت بتكلم آلة ماشين كده قدامك تشرح له أن فيه أطفال ونساء يرجع يقرر نفس الكلام اللي هو حفظه ويرجع يجيب لك من أول النازية إلى الآن نكلمه في الضحايا اللي دلوقتي يرجع يتكلم عن نفسه طب يسيد الناس هنا كذا فخلاص هو حاجة ببرمجة مسجلة أربع خمس دقايق بيقولوها في كل مكان تكلمه يمين شمال يرجع يقول نفس الكلام اللي هو عايز يقوله اللي هو كلام يفتقد العدل والإنصاف والموضوعية والصدقة ده هما كمان أدوا إلى تضليل شخصيات كبرى في العالم إذا الرئيس الأمريكي نفسه اللي قال كلام نقر عن إسرائيل قبل كده ويرجع تراجع عن هذا الكلام اللي هو قاله يجن عملية التضليل نشي مع عملية القتل والتدمير وبالتالي هي منظومة كلها من أجل تصفية القضية لكن زي ما قلنا تمتد الحرب للشهر الخامس لأي شهر في المستقبل أيا كان مدى هذه الحرب هناك صمود فلسطيني في المواجهة وإن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم وإن عندهم إيمان بالبقاء في هذا الوطن لأنه وطن الشعب الفلسطيني وزي ما قلنا أن في النهاية في معادلة بسيطة إسرائيل تحتل فلسطين فلازم ننهي هذا الاحتلال عشان ينعم الطرفين بالسلام موقف مصر كان ولا يزال كما عبر عنه الرئيس السيسي أنه لا بد من الوقف الدائم وليس فقط هدنة طويلة أسابيع شهر أكتر إنما رؤية مصر كما عبر الرئيس إيقاف دائم لإطلاق النار ومحاسبة الذين أجرموا في هذه الحرب وأيضا وقف كل مشروعات الإبادة الجامعية أو التهجير القصري أو الطوعي وإن لا بد من العودة إلى المصاري السياسي لإقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة تحاول إسرائيل أن تزيد كل يوم في عداد الموت لكن عداد البطولة والصمود والبقاء والتعلق بالأرض وعشق الوطن هو العداد الذي سيربح في نهاية الأمر كل احتلال إلى زوال والدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى